فاضلا برجاو ساعت ان انا كنت مدرب ليه في حوالي ست سنوات منتخب الشباب سبب والمنتخب الولومبي كان فيها قمة الالتزام الالتزام الادبي والالتزام الفني ويمكن كان فيه بعض الحاجات في بداياته سيد ما كانش كان بيلعب في نص ملعب وانا طبعا اخترته من النادي الاهلي وكان لعيب على اعلى مستوى ممكن من الجانب الفني لما جيت ادربه بقى وطلعنا نلعب دورة في منشستن فسيد المفروض لعيب اساسي عندي لعيب مهاري على مستوى عالي جدا لعيب ملتزم تاكتيكيا بشكل كبير جدا لكن ما كانش ملتزم في الجانب الدفاعي وكان بيلعب في نص ملعب واللعيب الدولي قلتله قلتله سيد تعالى اللعيب الدولي ضروري يبقى لعيب متكامل يقوم بواجباته الدفاعية والهجومية لعبنا اول ماتش ما قامش بدوره كويس بعد عشر دقيقة روحت مغيره تاني ماتش نفس الحكاية روحت مغيره ودربه وكلمه وفاهيمه يعني تالت ماتش لعب ما تشالش بدأ يقوم بواجبه الدفاعي على اكمل واجهة سيد اولا كان مهتم جدا بانه يثقف نفسه بشكل كبير اوي بدرجة ان ابن احمد كان مسميه المثقف يعني احمد كان ملازمني على طول في المنتخبات ويجي يزورني وكده كل ما يجي يلاقي سيد قاعد بيقرأ ومعه كتاب فكان مسميه المثقف سيد طول عمره بيحترم نفسه طول عمره بيحترم زملائه طول عمره بيحترم الجهاز الفني بتاعه اخلاقيات عالية جدا سلوكيات منضبطة الى ابعد الحدود فالنوعية دي هي اللي بتكمل وهي اللي بتشق طريقها بشكل كبير جدا وبتتبوأ مكانة محترمة جدا في النادي اللي هو بينتمي لي سيد اقرب واحد لي على فكرة في التيم ده قريب جدا مني يعني يعني بنتواصل باستمرار معايا بيتواصل باستمرار وانا بيتواصل بيه باستمرار علاقتنا ما تقطعتش ابدا في اي وقت من الاوقات ما كانش فيه انقطاع للعلاقة دي علاقة اب بابنه يعني وابن بابوه يعني دي الحقيقة يعني ودي حاجة بتسعدني الحقيقة يعني ان لاعب ومدير كورة في نادي منافس لنادية وتكون العلاقة بينه وبينه بهذا الشكل انا بحترمه جدا بحبه جدا وبغدره جدا وربنا يوفقه باذن الله في عمله ويوصل لزي مديرين الكورة اللي قبليه ما وصلوا هتقول ايه لابو الاحلام لا يعني اذا كان هو بتسعده علاقته بيه دي انا بالنسبة لي شرف لي يعني زي ما قولتلك يعني انا والله ما عرف انتم عاملين معايا تقارير اصلا انا عارف طبعا لما انا عارف انت انت بتحبي مين والناس كلها لما عرفت ان كاب سيدة حفريز معانا بعض الناس او معظم الناس كنت عاوزة تتكلم بس هنعمل تقارير كتير اوي لسه فيه ده فيه تقارير كتير اوي يعني فانت ايه لها هترضى عن كابتن حلم تقوله ايه على الكلام ده ممكن واحد يقرص عليك شوية اه يعني فيه جملة انا محتاج بس ان انا اه يعني اه وقالك مسقف او افهم افهمها كويس لان يا لها معاني كبير من ده جدا اه اللي هي يالك عشان تكون رحيم تقصو على من ترحم يعني في بعض الاوقات اسوتك على اللي انت بترحمه اه دي رحمة ليه هو اه طبعا هو بدماغي اللي انا كنت شغال بيها لحد ما وصلت 16 سنة وشوية تحت 17 سنة انا الفكر ان انا انا راجل بخلص ديجي عنده كرة مش عارف اعمل شوية حاجاته وبتاعه كده اجيب جون اعمل اسست يعني اعمل حاجات لحد نص ملعبك انت وخلص مليجي جعمل حاجة باك نص الكرة بتبدأ من نص الملعب الخصم بالنسبات ايه انا النص الملعب المداخل اذا ما كنتش مقتنع بي يعني او مش في دماغي او في ثقافتي طب انت استوعبت كلامه وقلت فعلا لازم اعمل كده اشتغلت عليه ففدني اشتغلت عليه اعملت ايه الكلام ده على فكرة انا بقوله كده ايه عشان الناشئين برضو اللي طالعين يعرفوا قد ايه اللعيب لما بيوصل يعني معظم الناس عارفة ان السيد عبدالحفيز مدير كرة في نادل الاهلي انما في ناس كتير اوي شباب كتير اوي ناشئين ما عارفوش ان السيد عبدالحفيز كان اللعيب ولعيب موغوب في الحتة اللي كان بيلعب فيها انا اقولك لو هو مش في طريقي مثلا لو هو ما وقاش في طريقي دي رزق برضو ده حالة حلوة بالنسبة لي من حظك كويس كان ممكن يتبني شخصيتك او فكرك او وعيك يعني في الملعب ياخد منك ما توصلتش لدرجة في النادي الاهلي او منتخب مصر اكيد اكيد فلما جالي الراجل ده في 17 سنة انا لعبت بعديها بسنة ونص درجة اولى درجة اولى درجة اولى اول ماتش لعبت ودرجة اولى بعد الناشئين كان من ورات ايه اول ماتش رسمي ولا ودي لا لما او بلاش اول ماتش رسمي اول ما قالولك انت هتتمرن مع الفريق الاول مين النجوم اللي كانوا موجودين معاك في الفرقة وقلت انا هطلع هتمرن مع الناس دي وهلعب بالدرجة الاولى وازاي هحجز مكاني في قصة النجوم دي انا بدأت اتمرن في اواخر السن 17 بعد بطولة 17 سنة بدأنا ان اتمرن شوية نطلع تخطيفي شوية يعني تبقى مجموعة المتخب موجودة منضمة مين كان معاك مدرب في النادي ساعتها اجنابي ولا مصري مصري كان احمد ماهر كابتن احمد ماهر احمد ماهر كان المدير الفني الاجنابي هولمن هولمن كان موجود كابتن ثابت الله ارحمه طبعا كان موجود كابتن مهر هميان اول ما قالولك انت طالع هتتمرن مع الفريق الاول لما دخلت القوضة بتاعت الفريق الاول ايه الاحساس اللي كان عندك جواك لا رهبة جديدة جداً رهبة جديدة جداً وتقدير ومدرسة يعني اللي بيتمرن مع الدرجة Îلة في النادي الأحلي حتى إت بتنقل الحاجات دي للعيبة الجديدة إنت Cretaiknaك راح لمدرسة كل يوم تتعLyM حاجة إنت مش راح تتمرن تسعيين دقيقة ولا ساعتين وتمشي لا يعني لا لا خالص إت تعلم حاجة تعلم درس مش بالكُّرة بس درس في التعامل اللعب الكبير مع الجاس بني اللعب الكبير مع اللعب الصغ year اللعيب الكبير مع العامل بتاع اللبس اللعيب الكبير مع الإدارة اللعيب الكبير مع الإعلام اللعيب الكبير في تمرينه كل دي دروس بتبني شخصتك وبتساعدك هل ممكن معظم اللعبين تستوعب الكلام ده ولا عقلية سيد عبد حفيظ هي اللي استوعبت الكلام ده من بدري لو أنت محظوظ لو أنت محظوظ استععابك نفسه يكون مهيأ ان انت تقبل الإيجابي جدا وترفض السلبي لو انت محظوظ بمعنى ان انت تشوف حاجة ايجابية فتاخدها لشخصيتك وتبدأ تتعامل بيها انا اعذلك حاجة ما هو كلام دا انت بتقول دا كلامك مظبور بس هو دا النادي الاهلي بقى هو دا النادي الاهلي يعني بشتاولك ما فيش سلبات في السلبات لا تذكر انما الايجابيات كتيرة جدا زي ما بتقول انت بتقول رايح مدرسة او رايح بلية انت بتاخد كويس فيها عشان خاطر انت عاوز تنجح وتتفوق هو بالضبط كده النادي الاهلي مظبوط اشتركوا في القناة